بما انكم مكنتوش فرودة فخلينا بقى فغط الهجوم كابتن شريف رغم تقلقك في الاهلي الكبير جدا لكن انت مخدتش حقك في المنتخم ليه؟ ده حقيقي يمكن انا فترة كبيرة جدا يمكن انا اكتر لعيب حضر معسكرات وتجمعات منتخم بس المطالعات المجمعة ما كنتش بسافر فيها يمكن الكابتن حسن شحاتها وكان ساعتها حظي برضو ان هو كان متواجد طول الفترة دي من 2006 بالغاية 2012 تقريبا او مشي 2011 او عشرة فطول الفترة دي فترة تقلقي كلها وبعد كده كمان ما كانش فيه وقت خالص ان انا كان دايما كلام معي وكابتن حسن مثلا انت لانا لعيب اساسي في ندل اهلي كنت قبلها في الاسماعيلي ومجيت لأهلي اساسي جدا يعني لكل موجودين فناس معي بتروح تلعب في المنتخم او فانا سبب باستباعات للغاية دلوقتي مش عارفه ولي ما انكتلست يعني لسه كنت هاسألك انا مش رافي فيه سبب انت بتقوله يعني ما حصلش اخناقة ما حصلش مشكلة خالص لا لا خالص بس هو ممكن الكابتن حسن كان بي مش عايز برضو انا بحترمه وبحبه يعني بس هو ممكن كان بيتفاقل شوية وبيتشاقم بحاجات وبحاجات يعني يعني انت قدر تقول لنا ان كابتن حسن شحات كان بيتشاقم بيك؟ بي او بغير يعني فيه كان مجموعة تانية كبيرة معي برضو كان وليد سليمان برضو معي اما بياخدوش خالص برضو نفس القصة كذا حد برضو كده وكان محمد شعبان وناس كتيرة كده هو كان فكرة انا بحبه طبعا وبيحترمه كابتن حسن بياخدوها لنا كلنا يعني ولكن هو كان في معاقات قادون شريف مثلا لأ في الفترات المجمعة لأ انما كنت تلعب في التصفيات تصفيات بقى بتاعت النيجر في النيجر ناجيريا في الاتغالي كنت موجود حتى في متشات التصفيات بتاعت الجزائر ساعة المشكلة الكبيرة اللي حصلت بيننا وبين الجزائر في الفترة دي ثلاث متشات ومدرمان انا كنت موجود هناك برضو كنت موجود في كل الحاجات دي بس هي البطولات المجمعة مثلا زي بطولة افريقيا لا بطولة القارات ميروحش انما الحاجات الفردية روح فيها عادي موجود طيب انو شايفين عليك يا ري تتغرب ولاي؟ مش عارب الفكرة تهيكت المشكلة الكبيرة عندي في دي طيب لو كانت تتغربتها